بالنسبة لستة المطارق بتصلي قيام الليل واللي عليها وتتطوع به صلوات لأبيها وأميها وتوهب ليهم الثواب فبتقول ساعت بكون في قيام الليل ويرفع أداني الفجر وأنا مش حاس أخرج من الصلاة عشان قالوا أنت لازم تخرجي من الصلاة ولا أتم الصلاة ولا إيه الوضع إلا حضرتك بتعملي إن أنا بصلي وبتنيني بواصل بالصلاة لغاية دخول الوقت فأو أنت دخل الوقت الفجر وأنت مش حاسة فحضرتك كل اللي هتعمليه هتقوم بإتمام الصلاة إلا حضرتك بدأتيها في وقت صحيح وهو قبيل الفجر لكن لازم أبقى أعرف إنه من السنة الانتهاء من صلاة الليل قبل دخول وقت الفجر وده كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في القيام أو في التهجد يا صاحبة السؤال ويبقى سؤال الست سلوة إن شاء الله نجيبك بس يعني أكثير من الذكر ست سلوة حتى يزداد قلبك اطمئنانا وتعلقا بالله الرحمن الرحيم فلا تشغلي نفسك بشواغل إن أنا زعلان من دول ومش عايز أكلمهم اشغلي نفسك بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم